سوف نتناول من خلاله شرح مادة الأسس الزخرفية المعدنية هذه المادة من المواد المهمة جدا واللي بتدرس لطلبة الدبلومات المدارس السنوية الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وهي بتعتبر مادة عامة لتخصصات الشعب كلها اللي هو الأساس المعدني وتشكيل الصاج وتشكيل المعادن والصياغة والحديد المشغول والإنشاءات المعدنية وبتعتبر من ضمن المواد التي تتميز بالدرجات العالية حيث أن درجاتها 30 درجة ومن ضمن المواد الأساسية لمواد طلبة الدبلوم المدارس السنوية الصناعية وخاصة أن احنا مقبلين في هذه الفترة على فترة الامتحانات فأرجو من أبناء وبناتي الطلبة أن هم فعلا يتعرضوا لهذه المادة وفي نفس الوقت يعرفوا مميزات كل فن وطريقة التكبير وطريقة الرسم وطريقة تحديد الوحدات كل الحاجات دي مهمة جدا بالنسبة لي وخاصة في مادة الأسس لأنها بتعتبر من ضمن المواد المهمة جدا جدا زيها زي الرسم الفني يعني أنا أنا رايح أمتحن في مادة الأسس لازم تكون أدوات معايا أدوات الرسم بتاعتي لازم تكون معايا الشابلونات بتاعتي لازم تكون موجودة معايا الألوان برضو لازم تكون موجودة معايا أبقى عارف أساليب التكبير اللي هتطلب مني هل مطلوب مني أن أنا أكبر الرسم مرة ونص أو ضعف والكلام ده احنا اتكلمنا فيه كتير أن من ضمن مميزات الحصول على درجات عالية جدا أثناء الامتحان أن أنا أقرى الورقة الامتحانية باستفادة كاملة وفي نفس الوقت أبص على كل حاجة مطلوبة ممكن أقرى سطر والسطر الثاني أتركه ممكن في حالة ترك هذا السطر يكون هو فعلا الحاجة المطلوبة بالنسبة لي ولذلك احنا حارسين كل الحرص أن احنا نشدد وننبه على قراءة ورقة الأسئلة وخاصة المواصفات الموجودة في مادة الرسمة أو في مادة الأسس وهنا عندي التكبير سواء كان التكبير مرة ونص أو التكبير الضعف بنتضرب عليه بداية من الصف الثاني يعني ايه التكبير مرة ونص يعني أنا لو عندي رسمة محصورة في مربع أو في مستطيل أبعاده عشرة في خمسة يبقى أنا على طول لو أنا هكبرها مرة ونص هتبقى العشرة دي دي خمستاشر والخمسة دي هتبقى سبعة ونص يعني معنى كده أن أنا بزود بنسبة خمسين في المية بالزبط من الأطوال الإيه الموجودة التكبير الضعف أن أنا بزود بنسبة مية في المية يبقى العشرة تبقى عشرين والخمسة هتبقى عشرة ولذلك إحنا ما عندناش تكبير أكتر من مرة ونص أو الضعف وعادة الإنسان أو إحنا دايما بنكون مستحبين أن إحنا نخلي الطلبة فعلا تكبر الضعف بحيث أنه بيكون أسهل من مرة ونص تعالوا بقى بعد كده نتعرض لمادة الأسس وخاصة أن إحنا هنتكلم عن الفن المصري القديم ودي طبعا بعض الأشكال اللي موجودة عندي هنا بيقول لي خصائص ومميزات التشكيل المعدني عند المصر القديم هل المصر القديم اعتمد في رسوماته على الرسومات المعدنية فقط؟ لا المصر القديم أو أي فن من الفنون سواء الفن المصري القديم أو الفن الإسلامي أو الآشوري أو الغريقي أو البيزنطي أو الركوك وكل دي فنون كانت موجودة أو الفن الروماني كل دي كانت فنون كانت بتتعرض لجميع الخامات الموجودة واتطلع منها القيمة الجمالية اللي هي عايزها يعني مثلا هنلاقي في حفر على الأخشاب هنلاقي في شغل على اللدائن هنلاقي في بعض الصور الجداريات كل ده موجود من ضمن الفنون ولكن أنا باخد الحاجة اللي تخصني في المعادن فقط لغير ليه لأن أنا تخصصي شعبة صناعات معدنية يبقى أنا لما أتكلم عن الأسس الزخرفية باتكلم عن الأسس الزخرفية المعدنية فقط اللي هي الحاجات اللي تمت فيها حتة السباكة تم فيها التقبيب تم فيها عمل الدروع تم فيها عمل السيوف كل الحاجات دي موجودة تم فيها تقبيب الأشكال وطبعا إحنا عندنا تمثال تتعان خامون معمول من الدهب الخالص المطعم بالمينة كل الحاجات دي تعتبر بالنسبة لنا أشغال معدنية فإحنا في الأسس الزخرفية المعدنية لن نتعرض إلا لما تم إنتاجه أو ما تم تشكيله خاصة من المعادن سواء كان النحاس أو الدهب أو الفضة أو بعض المعادن الأخرى يبقى إحنا هنا عشان خاطر كلامنا يبقى محدد الحديث فقط عن بعض المنتجات المعدنية التي استخدمت فيها مادة الأسس الزخرفية لإعطاء القيمة الجمالية للمنتج المعدني المطلوب يبقى هنا بيقول لي خاصة مميزات التشكيل المعدني عند المصري القديم بعد كده بيقول لي امتازها الفن المصري بالزخارف الهندسية بأشكالها المتنوعة التي استخدمت الخط المستقيم والمنحاني والدائري لو إحنا جينا بصينا على مادة الأسس الزخرفية هي استمدت كل جمالها من الطبيعة من بداية من النقطة إلى الخط بأنواعه وأشكاله المختلفة النقطة هي شكل هندسي ليس له طول وليس له عرض نقطة، ولكن أنا من النقطة دي ممكن أتحرك أجيب خط ممكن أتحرك أجيب شكل هندسي ممكن أتحرك تاني أعمل مجموعة من الخطوط المتعرجة أو الخط المنكسل أو الخط المنحاني أو الخط الرأسي أو الخط الأفقي ولكن بداية أي خط هي عبارة عن نقطة ولذلك إحنا لما بنجي نعرف النقطة بنقول إن هي عبارة عن إيه هي محل هندسي ليس له طول وليس له إيه عرض طب النقطة دي استمدت منين بقى أنا لازم أكون عارف مصادر النقطة استمدت هذه النقطة من حبات الرمال من قطرات المطر اللي هي موجودة عندي كل دي باستمد منها النقطة لأن قطرات المطر بتعتبر عن قطرات بسيطة لو نزلت على مكان معين بتحدد الشكل بتاع النقطة أي أن كان الحجم بتاعه برضو الرمال بالنسبة لي استمدت النقطة من حبات الرمال اللي موجودة عندي هنا الطبيعة أساسية في مادة الأسس الزخرفية الطبيعة أساسية في مادة الأسس الزخرفية وخاصة أن الطبيعة هي مخلوقات المولى عز وجل فأنا باستغل طبيعة المولى عز وجل في عمل جميع الزخرف الهندسية أو النباتية أو الحيوانية اللي موجودة في الطبيعة ولذلك هنا بقول لي امتاز الفن المصري بالزخرف الهندسية بأشكالها المتنوعة التي استخدمت الخط المستقيم والمنحني والدائل تمتاز الزخرف المصرية بالخطوط الحلزونية المتكررة التي تمثل الثعبان والمتعرجة التي تمثل الماء والمربعات التي تمثل الشطرنج طبعا الشطرنج والحاجات دي تعتبر بالنسبة لي حاجات حديثة ولكن هو بيضي بعض المواصفات القريبة لتعريف الأشكال الهندسية اللي موجودة عندي يبقى هنا أول حاجة لازم أعرفها أن الفن المصري القديم تميز بمجموعة الخطوط ومجموعة الأشكال الهندسية الموجودة بعد كده بيقول لي رقم ثلاثة امتاز الفن المصري باستخدام أوراق زهرتين اللوتس والبشنين ونبات البرد وسعف النخيل في شكل منصق وجميل يبقى أول حاجة أقدر استغلها في الفن المصري القديم أنه هو استغل الخطوط أو النقطة في عمل الأشكال الهندسية واستغل الطبيعة وخاصة الطبيعة النباتية في زهرة اللوتس وفي زهرة البشنين وفي زهرة ورق البرد وسعف النخيل في شكل جمالي منصق يبقى هنا حتى احنا لما كنا بندرس دراسات طبيعية في الكلية كان دايما يقول لك ايه خد الكراسة والألم والرصاص وقدر وصف من الطبيعة حركة الجزوع الشجر الأوراق مع الفروع ظلل شوف النور واضح في أن حتة شوف الظل باين في أن يجوز كنا احنا بنقعد نظلل حسب رؤية نحنا ولذلك هنا الفن المصري القديم تميز به هو قدام منه زهرة اللوتس زهرة اللوتس دي معروفة استخدمت كثيراً تعامل منها وحدات إضاءة تعامل منها بعض الرسومات الجدارية الموجودة دلوقتي بتستغل في بعض النقوشات التي ترسم على المناظر الطبيعية أو المناظر الفرعونية على الحائط كل الحاجات دي وزهرة اللوتس بتعتبر بالنسبة لي سهلة وإحنا بنعلمها للطلبة في أسرع وقت ممكن طالما هو جاب النص دايرة اللي موجودة تحت يقدر يجيب الكيرف أو الحنان بتاعه زي ما هو عايز وبعد كده يبدأ يقسمها ممكن يديها يقسمها على ثلاثة ممكن يقسمها على ستة زي ما هو عايز بعد كده استغل زهرة البشنين زهرة البشنين دي من الظهرات أو من الأزهار التي كانت تولد أو تستخرج على نهر الماء أو على شط الماء أو في الأنهار وفي بعض الترع كانت بتخرج كده وتبدأ زهرة البشنين مع مرور الوقت تديني بعض الأشكال ممكن تلاقيها من منتصف سفرة وحوالين منها الورق الأبيض وبعض الورق الأبيض اللي هو الغلاف الخارجي الأخضر فكان بتديني شكل جمالي جميل جدا فهو كان بيستخدم الحاجات دي وسعف النخيل بيستخدمه في بعض الرسومات الطبيعية الموجودة لإعطاء المنتج أو التصميم اللي هو عايزه شكل جمالي من الطبيعة بعد كده بيقول لي من قصائص ومزات الفن قلنا أنه بيستخدام الأوراق وزهرتين اللوتس بعد كده بيقول لي أربعة صنع رقائق من الزهب ذاتها سمك دقيق لتغطية وتهزيب وتصفيح الأساس والتوابيد ما زال هذا العمل متواجد حتى الآن إن أنا لو أنا عندي صالون أو عندي مثلا أنتري أو عندي بعض الكراسي اللي موجودة عندي وعايز أعمل لها عملية التهزيب بوديها للراجل اللي هو بيقوم بعملية الدهان بيجيب لي بعض الورقات الورق الزهب الخفيف جدا وباستخدام المواد اللاصيقة بيبدأ يغلف المنتج بتاعه وبعد كده بيديله بعض الورنشات أو بعض المواد الكيموية بحيث أنه هو يخلي الشكل اللي قدام منك مذهب تماما ولذلك إحنا ممكن نشوفها في بعض الأنتريات ممكن نشوفها في بعض العلب بتاعت المجوهرات اللي هي فيها حتة التهزيب ممكن ألاقيها في بعض المصاحف أنه هو في بعض الكلمات بتكتب باللون الزهبي كل الحاجات دي بستخدمها طبعا الألوان دي كلها عبارة عن أكاسيد معدنية ولذلك تميز المصر القديم أنه هو كان دايما ألوانه من الطبيعة يعني إحنا عندنا دايما جميع الألوان موجودة في الطبيعة اللي ربنا صحنا وتعالى سخرها لنا ممكن تلاقي معدن الكبلت دايما بيديني اللون الأزرق تلاقي الحديد دايما بيديني اللون البني الزهب بيديني اللون الأخضر كل معدن من المعادن بيديني لون ولذلك كنت تلاقي فعلا الرسومات الجدارية التي كان يتميز بها الفنان المصر القديم ما زالت ألوانها موجودة لا تتأثر بالطبيعة حتى تاريخه ممكن أنت لو تفرقت على صورة نيفرتيتي أو نيفرتاري أو كيلو باترا كل الحاجات دي تبص تلاقي فعلا الكحل بتاع العين كانوا بيستخدموا الخامة الإساسية لمادة البلاتين حيث أنها تتميز باللون الأسود وكنت تلاقي حتى أيام زمان من فترة طويلة جدا كانوا دايما بيلونوا البيض في شام النسيم بالألوان الطبيعية ممكن يجيب مثلا ورقة بعض الأجزاء الطبيعية مثلا زي الحلبة ويغليها ويدي اللون الأصفر ممكن أجيب بعض قشرة البتنجان ورقة جاي ملونها باللون اللي بياخد اللون مثلا البنفسيك كل دي كانت بتعتبر بالنسبة لألوان طبيعية مختلفة تماما عن الألوان الكيميائية أو الألوان الموجودة دلوقتي الألوان الموجودة عندما تتعرض لأشعة الشمس نتيجة وجود بعض المكونات الكيميائية فيها تتأثر بأشعة الشمس ويتغير لونها عكس الألوان الطبيعية تماما إذن هنا الفنان المصري القديم كان يستغل الطبيعة في الألوان أو في الرسومات بتاعته وخاصة في حتة التهزيب وكنت باستخدم الزهب أو كنت باستخدم البلاتين أو الحديد أو الرصاص أو الكوبالت كل دي بتعتبر بالنسبة لي من ضمن الألوان الأساسية هنا بعد كده بيقول لي إيه؟ تابع خصائص ومميزات تشكيل المعدني عند المصري القديم رقم خمسة استخدم طريقة الصب المصمطة والمجوفة لعمل التلماسيل وبعض الحلي لسه كنا بنتكلم فيها مع بداية الحلقة أنه هو شوف جمال الفن المصري أنه هو عمل حتة السباكة اللي احنا افتقدناها في الوقت الحالي يعني احنا كان عندنا من فترة طويلة السباكة في أرضية المسبك السباكة بالقوالب الرملية دلوقتي بقى فيه السباكة بالشمع المفقود وبقى فيه السباكة بالقوة الطردة المركزية طبعا مع تدخل المعدات وتدخل الأدوات بالنسبة لنا بتبقى بالنسبة لي سهلة وحديثة لكن هو الفنان المصري القديم كان بيتميز أنه هو بيعمل كل حاجة على إيده بحيث أنه هو ممكن يعمل التصميم يدوي بعد كده يعمله عملية الختم ذات نفسها كل الحاجات دي كانت بالنسبة لي بتبقى مهمة جدا 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 فوق ما تتخيل إذن هنا بالنسبة لنا ببص لقي الفنان المصري القديم كان بيتميز بحتة السباكة بيتميز بحتة السباكة بإيه؟ على أساس أنه هو يقدر يستغل بعض المنتجات لعمل التصميم عشان يعمل عملية الختم في الرمل تشوف بقى الكلام ده من آلاف السنين لكن إحنا دلوقتي افتقدنا لحتة السباكة بالرمل ولذلك تلقينا دايما مستخدمين الأسليب الحديثة في السباكة اللي أنا اتكلمت عليها القوة الطردة المركزية السباكة في القوالب المعدنية السباكة في قوالب الشام كل الحاجات دي بقت موجودة دلوقتي ولكن هو هنا استخدم أساليب الصب القديمة حسب مهارته الأساسية في عملية التشكيل لبعض الايه؟ التماثيل في بعض الايه؟ التماثيل بعد كده بيقول لي ستة استخدم الألوان المأخوذة من الأتربة والمصحيق والأحجار والصخور الملونة اتكلمنا عليها كتير حتة أنه هو فعلا قدر يستخدم العناصر الترابية والصخور الموجودة في الطبيعة الموجودة في الايه؟ في الطبيعة موجودة في الطبيعة ببص ألاقي ايه؟ أن هو بالنسبة له قدر يحدد الملونات الأساسية الموجودة في الايه؟ في الطبيعة اللي احنا اتكلمنا عليها وخاصة بعض الأكاسيدي الايه؟ المعدنية الموجودة بعد كده بيقول لي تابع مميزات أيضا يبقى احنا كده هنعدي بعد نقطة ستة في بنسبة لي سبعة رقي الصناعات المدنية والحربية والحرف اليدوية وده مهمة جدا كان من ضمن الحاجات الأساسية عند الفنان المصري القديم أنه هو يستغل المعادن في صناعة المتاريس الحربي اللي هي يقدر يدافع فيها عن نفسه يقدر يدافع فيها عن وطنه يقدر يستغلها في بعض الأدوات المنزلية اللي هو بيستخدمها زي السكينة والأطباق والأواني كل دي تعتبر بالنسبة له كانت حاجات أساسية طب ممكن حد يسأل يقولك طب هو لما كان قبل ما يكتشف المعادن كان بيستخدم ايه؟ كان بيستخدم الخشب كان بيستخدم الحجارة كان بيستخدم أي حاجة صلبة بيستخدمها في الطبيعة بالنسبة له بحيث أنها تؤدي إلى الغرض ولذلك احنا لما نجي نبص على البناء المعماري أول ما بدأوا في حتة البناء المعماري كنت تلاقي دايما المبنى لأسفل وليس لأعلى وكان بيعرش البيت في الآخر كده ببعض ساعة في النخيل ولكن هو بقى هو نايم في المكان المنخفض ده كان بيلاقي بعض الحشرات الزحفة بيتيجي عليه فبدأ ياخد الفكرة دي ويبدأ يخلي المبنى هو اللي ارتفاعه عالي وبيبقى ليه ساقف ويبقى ليه فيه أرضه كل دي تعتبر دراسات كانوا بيعملوها ولذلك هما كانت دراساتهم عالية جدا عننا وهما كانوا متطلعين للطبيعة باستغلالها أكتر مننا احنا دلوقتي يمكن بالنسبة لنا التقدم التكنولوجي هو الأعلى لكن هما كانوا قدام منهم الطبيعة أكتر في نفس الوقت كان بيستغل الطبيعة في كل حاجة كان في نفس الوقت بيستغل المعادن أو بعض المنتجات الموجودة عنده في كل شيء بيفيده هو زد نفسه حتى الأحجار الكريمة اللي كانوا بيجدوها في الأرض كان بيستغلها بشكلها الطبيعي ما كانتش مش بتتقطع بقى زي دلوقتي وتتعم الفصوص وغير من شكلها ودها بعض الأشكال لا ده هو كان زي ما بيلاقي الحجر موجود في الصخور بيستخدمه في نفس الوقت بطبيعته إذن هنا الفنان المصري القديم كان بيتميز بالزكاء كان بيتميز باستغلال الطبيعة كان بيتميز بالحفاظ على نفسه وبالحفاظ على أرضه وفي نفس الوقت بالحفاظ على كل ما يستفاد منه ولذلك هنا استغل المعادن في صناعة الأسلحة في صناعة السكاكين في صناعة السيوف في صناعة الدروع في صناعة المتاريس الحربية في صناعة الواقي في صناعة الخوز كل الحاجات دي كان هو في نفس الوقت بتدي له عزة نفس إنه هو لما يبقى لابس الحاجات دي كلها كان بيفتخر بإيه؟ بنفسه وبزاده بعد كده رقم 8 استخدم الكرانيش التي صنعت على نسق واحد متكرر بنحناء خارجي الكرانيش اللي هي الأشكال المقرنشة اللي احنا دلوقت بينا بنستغلها في الجبس لأ هو كان بيستخدمها باعتبار الإطار بتاعها خارجي ولذلك احنا عندنا بعض القصور التي تم عمل تصميمات خرافية لأشكال من الجبس وأشكال من المعادن وبعض الحرف اليدوية أو التشكيل اليدوي وما زلنا محتفظين بها حتى الآن لأن ده بيعتبر تراث حضاري لنا احنا ليه؟ في الناس دي استخدمت كل أنواع الفنون في إظهار هذا القصر بالشكل الجمالي الموجود بعد كده بيقول لي أيضا تابع رقم 9 استخدم التبسيط في الخطوط والمساحات إلى درجة التجريد يعني هو كان بسيط في الخطوط بتاعته احنا دلوقتي بقى عندنا أنواع كتير جدا من الخطوط الخط الرقعة والنسخ والكوفي والسولس والفارسي خطوط كتير لكن هو كان مجرد في حتة الخطوط في نفس الوقت الخطوط بتاعته مديها مساحة بسيطة في نفس الوقت الخط معبر عن ما يتم كتابته يبقى هنا هو كان مجرد أن هو يدي للخط بتاعه الشكل الجمالي فقط لغير برضو من استغلال المساحات الهندسية اللي موجودة يبقى هو هنا كان دايما شغله على الخطوط أو الأشكال اللي موجودة إما أن تكون أشكال هندسية إما أن تكون أشكال إيه نباتية أو أشكال حيوانية يبقى رقم عشرة استخدم فنون حضارته لخدمة التقاليد والتقوص الإيه الدينية يبقى هنا التقوص الدينية برضو استخدم فيها بعض الأجزاء المعدنية اللي موجودة عندي استخدم أسلوب التطعيم بالأحجار الكريمة وأعمال الصياغة في المعادن والحلين ودي اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبنقول إيه إن هو استغل إن الطبيعة بتاعته تواجدت فيها الأحجار الكريمة الأحجار الكريمة أنواعها كتير فيه عند الماس والياقوت الأزرق والأحمر والزمرد والزبرجد والعقيق والتوباز والأوبال واللؤلؤ كل دي بتعتبر بالنسبة لي أحجار كريمة الأحجار الكريمة دي الفنان المصري القديم كان يؤمن ويعتقد في الأحجار الكريمة ولذلك كنت تبصت لأيه الأحجار الكريمة اللي عنده دي كان بالنسبة له يقولك إن الحجر ده ممكن يجلب ليه الرزق الخرز الزرقاء تمنع عني الحسد والحقد والقراهية والآخر ولذلك كنت تبصت لأيه الأحجار الكريمة مقسمها على 12 شهر من شهور السنة كل شهر من الشهور بيلبس حجر كريم الحجر الكريم ده بيجلب له الرزق الحجر الكريم ده ممكن يخلي مراته تنجب الحجر الكريم ده بيحفظ أولاده من الحسد الحجر الكريم ده مثلا بيتميز إنه هو بيكون هادئ الطباع الحجر الكريم ده بيمنع عنه الأرواح الشريرة كل الحاجات دي كانت معتقدات دينية عند القدماء المصريين ولذلك هو يمكن أنا كنت باتكلم في بداية الحلقة إن الأحجار الكريمة بأنواعها وأشكالها المختلفة طبعا إحنا عارفين إن قطع الحجر الكريم صعب لأنه بيتقطع بنوع معين من أنواع الكوبشون أو بمنشار قطره لا يتعدد ثلاثة بوصة قد تصل عدد لفاته إلى 3000 درجة أو 3000 لفة في الديئة في نفس الوقت عشان يؤدي إلى قطع الحجر الكريم وخاصة الأحجار الكريمة الطبيعية وإحنا قلنا قبل كده أن الأحجار الكريمة الطبيعية هي أحجار كريمة ولدت في الطبيعة بالقدرة الإلهية نتيجة اتحاد بعض المعادن بعضها مع بعض في وجود عنصر الكربون وطبعا عشان خاطر الأحجار الكريمة دي تولد وتوجد في الطبيعة لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لك واجعلنا من كل زوجين سنين إذن عشان خاطر الحجر دي تولد في الطبيعة لابد أن يولد في مكان مؤهل له وفي نفس الوقت يتعرض لبعض المعادن عشان ياخد نفس اللون ولذلك في بعض الأحجار الكريمة بتوجد في الطبيعة وتستخرج من باطن الأرض شفافة نتيجة عدم تعرضها لأشعة الشمس الأحجار الكريمة في باطن الأرض ترى أشعة الشمس تتعامل مع الطبيعة كأنها مولود جديد بتتعامل مع الليل عادي جدا بتولد في درجات حرارة غير طبيعية كل الحاجات دي بتاخد ألوان من الأكاسيد التي تمر عليها لو مرت على اللون الأزرق بيبقى الكوبلت لو مرت على اللون البني بيبقى الحديد أو الزهب كل الحاجات دي بتبقى موجودة في الطبيعة ربنا سبحانه وتعالى بيخرج لك الحجر واخد نفس اللون نتيجة تفاعله في باطن الأرض في وجود درجة حرارة معينة مع بعض الأكاسيد المعدنية وعنصر الكربون وبعض مكونات المعدن كل الحاجات دي موجودة ولذلك لو إحنا بصينا على جسم الإنسان نلاقي إن الإنسان ذات نفسه بني جسده من الأرض ذات نفسه ليه؟ لأن إحنا كلنا نلاقي إيه؟ إن الأرض هي اللي فيها جميع أنواع الأكاسيد الموجودة ولذلك تبص لو أنت تطلعت على بعض شرائط الحبوب اللي موجودة عندك هتلاقي أكسيد الماغنسيوم أكسيد الرصاص يعني معنى كده يا أستاذ إن جسم الإنسان في كل المعدن اللي موجودة دي في الحديد وفي الزهب وفي البلاتين وفي الكوبلت وفي الألمونيوم كل الحاجات دي موجودة في جسم الإنسان ولكنها تعتبر بالنسبة لك إيه؟ أكاسيد وإذا ضعف عنصر من هذه العناصر يؤدي إلى عدم اتزان جسم الإيه؟ الإنسان لأن طبعا جسم الإنسان بينبت من الطبيعة الموجودة من جميع الخضروات الموجودة والزراعة التي تتم في بطن الأرض وتمتص تكونها من الأكسيد الموجودة في بطن الأرض إذن الأحجار الكريمة طولت في بطن الأرض طبيعية لا يتدخل الإنسان فيها ولكنها طولت في درجة حرارة معينة في وجود بعض الأكسيد المعينة في اتحاد بعض المعادن المعينة في أشعة شمس معينة كل ده موجود من القدرة الإلهية ولذلك تلاقي بعض الأحجار قد تلتقي أحيانا مع بعض الحشرات في بطن الأرض فتدخل فيها فتعطيها شكلا جماليا أنت لما تشوفه كأنه حاجات فيها نمش أو نغمشة بسيطة باللون الأسود ولكنها بعض الحشرات التي وجدت أثناء تكوين الحجر الكريم فأدت إلى شكل جمالي من الأيه؟ من الداخل إذن هنا الإنسان المصري القديم أو الفنان المصري القديم استغل الأحجار الكريمة لطبيعته زي ما احنا قلنا أن هي معتقدات دينية بيعتقد فيها ويمكن إحنا ما زلنا في عصرنا الحديث مع التطور للتكنولوجي اللي احنا موجودين في دلوقتي في بعض القبائل أو في بعض القرى أو في بعض النجوع ما زال بيؤمن بهذه المعتقدات تبص ليه لابس خاتم وعليه فص مش يقولك الخاتم ده بيجلب لي الرزق ممكن يقولك أن الأطفال دي نحط لها الخرز الزرق عشان خطر الحسد طبعا كل الحاجات دي الحسد ذكر في القرآن وكل الحاجات دي ولكن الحافظ في الأول في الآخر هو المولى عز وجل ودي كانت بتعتبر بعض المعتقدات استخدم عمليات تشكيل وتفريغ الأسلاء في عمل الحلية والزرد ودي برضو بتعتبر بالنسبة لي قيمة جمالية عالية معقولة الفنان المصر القديم وصل إلى هذه التقنية الحديثة في عمل الزرد طبعا كان فيه سلاسل وقلنا أن السلاسل دي كانت موجودة بيستخدموها في المتاريس الحربية وفي نفس الوقت كان بيستخدمها كنوع من أنواع الحلية وإحنا دلوقتي بنشتغل على الزرد إن إحنا عارفين إن السلسلة هي عبارة عن مجموعة من الزرد بعضها مع بعض بشكل الزرد الأول وبعد كده بلضمه مع بعض وبالتبع عملية اللحام لتكوين السلسلة بعد كده اكتشاف الكتابة وظهر ذلك في رسومات ونقوشات طبعا كل الحاجات دي اللي إحنا بنتكلم عنها سواء كانت خطوط سواء كانت برديات اللي هو سعف النخيل أو الورق البردي أو ظهرة البشنين أو ظهرة اللوتس أو الأحجار الكريمة أو بعض الخطوط أو بعض الدروع أو المتاريس كل الحاجات دي إحنا عرفناها منين الناس دي فعلا كانوا مؤمنين بحطة التوثيق اللي إحنا بنفتقدها يعني نادرا لما تلاقي واحد بيمر عليه حدث يومي ويوسقه هم كانوا بيوسقوا كل حاجة عندهم حطة التوثيق أي رسمة يوسقها التوثيق مهم جدا في تاريخ أي إنسان قد يكون التوثيق في فترات قديمة يفيد الإنسان في الحديث لكن إحنا ما عندناش حطة التوثيق وخاصة أننا دايما أقول للطالب أو أحس الطالب بأنك إنت لما ترسم رسمة اعتز بيها وافتخر بيها وحفظها ممكن مع مرور الوقت تبقى توريها لأولادك ممكن تبقى مع مرور الوقت تؤدي إلى تطورها ممكن مع مرور الوقت ربنا يكرمك وتؤدي رسالة في الأسس الزخرفية أنك إنت تبقى معلم يبقى أنت عندك حطة التوثيق دي مهمة جدا للإنسان ولذلك هنا القدماء المصريين كانوا عندهم حطة التوثيق عالية كان بيوثق كل حاجة رسم رسمة جدارية بيوثقها عمل دروع أو متاريس حربية بيوثقها كتب كتاب أو كتب بعض الآيات القرآنية بيوثقها كان عندهم حطة التوثيق دي مهمة جدا وفي نفس الوقت بيبصت لأي أن التوثيق بيؤدي إلى زيادة المعلومة كلما قرأ الإنسان كلما ازداد علما وكلما وثق كلما احتفظ بتاريخه حتى يمكن العودة إليه مرة ثانية بعد كده بيقول لي أساليب التقنية الصناعية عند المصري القديم تقنية؟ أول حاجة استخدم أسلوب السباكة المصمطة والمفرغة بالشامع المفقود طب هنا؟ طب المصري القديم ده عارف الشامع المفقود من إيه؟ أقول لك أنا أن الشامع المفقود هو عبارة عن منتجات طبيعية توجد في بعض الأشجار عندنا زي السامغ العربي اللي هو ترمينجانات السامغ العربي زي الألفونيوم إذن دي حاجات كلها موجودة كان فيه نوع من أنواع برضو عشان خطر ممكن حتى الترمينجانات السامغ العربي ما تكونش معروفة عند الجميع كان عندنا أيام زمان نوع من أنواع الشجر اسمه شجر الصنطة شجر الصنطة ده أو شجر الصنطة ده كان شجر به شوق فكان صعب أي حد يقعد تحت منهم ولكن عندما كان يخدش جزع الشجرة يخرج منه السامغ العربي اللي هم بيسموه ترمينجانات السامغ العربي هذا السامغ العربي ده كان ممكن يستخدم في عملية اللازم كان بيدخل في صناعة الشامع كان بيدخل في صناعة الألفونيا كل الحاجات دي بقدر استغل السامغ بيدخل في صناعة المينة دلوقتي وخاصة في لازق بعض الأجزاء ده بيعتبر بالنسبة لي لسق طبيعي لسق إيه طبيعي إذن هنا ممكن نقول لك الله معقولة المصر القديم وصل للسباكة بالشامع المفقود أو الشامع المفرغ آه كان بيستغل الطبيعة بتاعته بيستغل الطبيعة في كل شيء بيعرف الأشجار وبيعرف السمار بتاعته وبيعرف محتوياتها وبيعرف ما يستخرج من الأشجار كل الحاجات دي كان بيستغلها من الطبيعة بحيث أنه يقدر يصل إلى التقنيات الصناعية اللي احنا وصلنا لها دلوقتي بس ما وصلناش من الطبيعة وصلنا من بعض المركبات الكيميائية التي تتركب بعضها مع بعض لإنتاج أنواع الإيه الشام بعد كده استخدم اسلوب التطريق للذهب اللي هو التصفيح اتكلمنا عنه ده بعد كده استخدم الحفر والنقش والتفريق والتقبيب والربوسي والجامع للأواني الواحد عند الحتة دي لابد من وقفة يعني معقولة وصل لحتة الربوسي والنقش والتفريق والتطعيم والجامع طب هو كان فيه أيامها مخرطة لأ كان بيستخدم عملية الجامع اليدوي ولذلك ما زالت إدرة الفول تجمع يدويا حتى الآن ليه؟ لأن حجمها كبير ما قدرش أجمعها على مخرطة وما قدرش أوقف عامل لأن القرص بتاعها هيكون كبير وفي نفس الوقت لما نجي نبص على الإدرة ذات نفسها هللاقيها أمرها ما هتتجمع على قلب عدل ممكن تتجمع على قلب اللي هو قلب الفصوص أو القلب اللي هو المجمع أو القلب المركب إذن هنا حتة إن أنا جمع إدرة الفول على قلب الفصوص ده صعب جدا ولذلك إحنا لو نزلنا بقى اتفرجنا عليها في الطبيعة أو في حارة خاني الخليل وحاجات زي كده أبص ألاقي فعلا بتستخدم عملية الجامع عليها في الطبيعة واحد ماسك القرص والتاني عمال يدق وهو بيوزع له الطرقات عشان يدي الشكل بتاعه من الداخل إلى الخارج شوف هنا المصر القديم وصل لعملية الجامعة طب عرفه إزاي أكيد ربنا سبحانه وتعالى كان مديهم الفطنة والزكاء والطبيعة وهم كانوا شطار عننا إنه هو دايما كان بيبص للمخلوقات ويتأمل لها جيدا يعني ممكن يشوف شكل صمرة كده الصمرة ذات نفسها يفكر إزاي يعمل شكل منها من المعدن أو من اللدائن أو من الخشب هو كان بيفكر إزاي مثلا يعمل سمرة الكمثرة أو سمرة التوقف كل الحاجات دي موجودة من بداية الخلق حتى نهاية الخلق كل ما ذكره في القرآن فهو موجود من بداية الدنيا حتى نهاية لكن هو كان عنده حتة إيه؟ عنده حتة التأمل للطبيعة فمن خلال التأمل للطبيعة بيقدر يشكل الحاجة بحيث إن هي دي تكون الحاجة الطبيعية والحاجة اللي شكلها هي الحاجة الصناعية مقربة للطبيعة تماما وبيستخدمها في عمليات التجميل بالنسبة له سواء التجميل في المنزل أو التجميل في بعض المتاحف اللهم تركوهن بعد كده بيقول لي تابع أساليب التقنية لعمليات الصناعية عند المصر القديم استخدم عمليات اطلاق بالذهب والفضة والتسجيج والمينة يبقى هنا الواحد برضو لابد أن يكون هناك وقفة الوقفة اللي موجودة هنا معقولة أشوف وصل هنا للطلع ده احنا دلوقتي عشان نطلي لازم يبقى فيه حط طلة ولازم يبقى فيه أنود موجب وأنود سالب وركب على الأنود الموجب قطعة الزهب وعلى الأنود السالبة ركب المجغولة وفي نفس الوقت يبقى فيه محليل المحليل دي بتساعد على إذابة قطعة الزهب اللي هي وغد الشحنة الموجبة وتنتقل من خلال المحلول إلى الشحنة السالبة اللي هي المجغولة وفي نفس الوقت عندما تمكس المجغولة داخل حوض الطلع بتحكم في سمك طبقة الطلع حاجات كتير جدا بتتعمل دلوقتي باستخدام بعض المعدات الحديثة معقولة الفنان المصر القديم استخدم أسلوب الطلع بهذا الأسلوب أكيد فعلا استخدموا لأنه زي ما بقولك كده كان بيستغلوا كل شيء وحتى كان العلاج بتاعهم من الطبيعة يعني كان العلاج بتاعهم من الطبيعة كل حاجة بالنسبة لهم كانت طبيعية يقولك الحاجة دي أستخدم لها عشب كذا والحاجة دي أستخدم لها سمرة كذا كل الحاجات دي كانت بالنسبة لي من الطبيعة بعد كده استخدم عمليات التشكيل بالبلس والطرق لتشكيل الأسلاك في عمل الحلي والزرد كلمنا عليها دي بعد كده التطعيم بالترسيع بالأحجار والتكفيت والتلبيس والتلقيم والتشعير يمكن الحاجات اللي احنا بنقراها على الصفحة دي دلوقتي هي حرف ومهارات فنية افتقدها الكثير افتقدها الكثير وخاصة التطعيم بالأحجار والتكفيت نادرا لما تلاقي حد بيعمل عملية تكفيت دلوقتي إلا لبعض الآيات القرآنية يعني ايه تكفيت برضو عشان خاطر نبقى واضحين التكفيت هو تطعيم معدن بمعدن آخر يعني بمعنى ايه لو انا عايز اكتب آية قرآنية على آآ معدن النحاس في صورة طبق مثلا او آية قرآنية مثلا طب النحاس الأحمر ده بيتميز باللون الأحمر طب انا عايز الخط يكون مختلف ممكن اجيب بعض اسلاك النحاس الأصفر واعمل عملية تطعيم ليها طيب في نفس الوقت لو انا عايز اعمل عملية تطعيم للزهب بالفضة الفضة لونها اللون الأبيض الفضي والزهب هو لونه الأصفر برضو من خلال اسلاك الفضة ممكن اتعامل ايه الزهب يبقى هنا التكفيت هو تطعيم معدن بمعدن آخر لاعطاء شكل جمالي مطلوب سواء كانت آيات قرآنية او بعض الرسومات النباتية او الزخرفية ده الفنان المصري القديم تميز بمهن هذه المهن قد تكون انقردت في وقتنا الحال بيقول السمات العامة السمات العامة للوحدة الزخرفية عند المصري القديم قلة استخدام الرسم المنظور يبقى هنا هو ما قدرش يوصل لحتة المنظور المنظور عندي اما ان يكون منظور فوتوغرافي او منظور هندسي هو ما استخدمش حتة المنظور يعني ايه المنظور ان هو يقدر يبص على المبنى او الشكل المنظوري من كذا اتجاه ولكن ربنا سبحانه وتعالى حباب ان هو يقدر يجيب اي ما استقد بدون استخدام المنظور بقى عارف الحتة دي اذا هنا مش شرط ان هو يكون عنده فكرة المنظور المنظور بيتمتع به الرسمات الهندسية فقط لغير بيقول لي استخدم العناصر النباتية في الزخرافة ودي اتكلمنا عنها استخدم العناصر الحيوانية في الزخارف هنا اداني اول حاجة بقى موجودة عندي هي اللي هي ظهرة الايه اللوتس اللي احنا كنا بنتكلم عليه يبقى اذا هنا دي ظهرة اللوتس الذي تميز بها الفن المصر يبقى لما يجي تكلمني على العناصر النباتية التي تميز بها الفن المصر القديم هو الشكل اللي موجود عندي لظهرة الايه اللوتس ولذلك احنا بنعلم الطلبة ازاي يرسم ظهرة اللوتس وفي نفس الوقت دخلناها في وحدات الاضاءة بيتموجودة جدا عندنا دلوقتي في وحدات الاضاءة ممكن اعمل منها ابليك ممكن اعمل منها شابولة اباجورة ممكن يبقى جسم الاباجورة عبارة عن جسم استواني مطروق او معمول على ايروبوسي ظهرة اللوتس حاجات كتير جدا بدخل ظهرة اللوتس كشكل جمالي من الفن المصري القديم للمنتجات المعدنية الحديثة دلوقتي ولذلك بيتتميز منتجاتنا بقيمتها المادية العالية عندما يتم ادخال بعض الرسومات للعصور القديمة عليها يبقى دي ظهرة اللوتس اهي موضحة طب بعد كده برضو ده شكل تاني لظهرة اللوتس اهو ده شكل ومديني الاشكال المختلفة وده برضو شكل تاني لظهرة اللوتس يبقى هو هنا مديني 3 اشكال لظهرة اللوتس ظهرة اللوتس عندي واضحة اهيه وبالنسبة لي بقدر اوضح ده مديني بعض الرسومات اهيه للظهرة اللي موجودة عندي اهيه ظهرة اهيه ومديني الشكل بتاعها بيوضحها وبيقول لي ان دي الظهور والنباتات التي تنبت في الايه في الرماء يبقى هو هنا الفنان المصري القديم زي ما قلنا في بداية الحلق استغل الطبيعة والمخلوقات الربانية من الطبيعة والمنتجات الطبيعية من الاكاسيد المعدنية في عمل جميع رسوماته سواء كانت رسومات جدارية سواء كانت رسومات معدنية سواء كانت متاريس حربية سواء كانت ادوات منزلية يستخدمها سواء كانت ادوات تجميل زي تركيب الاحجار الكريمة وبيوت الفصوص والطرق وكل الحاجات دي هو كان بيتميز يمكن احنا دلوقتي عندنا ايه الحاجة السادة بالنسبة لنا بتكون ايه مميزة وشيك لا لا هو كان لما يجي يعمل درع او يعمل سيف او يعمل سكينة او يعمل واقي او يعمل خوزة كان بيحب دايما يرسم عليها بعض الرسومات الموجودة في الطبيعة وكانوا بيفتخروا بهذا الشكل وكانوا مميزين عند مقابلة الاعداء من الاوطان الاخرى اذا هنا الفنان المصر القديم كان مميزا دائما بمنتجاته بزكاؤه باستخدامه للطبيعة باستخدامه لبعض الادوات التي كان يستغلها من الطبيعة باستخدامه لبعض منتجات الاشجار في عمل الشمع وفي عمل السمغ اللي هو ترين منجانات السمغ العربي وفي بعض الادوية وفي بعض المركبات العطرية وفي بعض المركبات التجميل كل الحاجات دي ولذلك احنا قلنا دايما البلاتين يتميز باللون الاسود ولذلك كان يستخدم عند القدماء المصرين كحل للعين يبا هنا دي تعتبر من ضمن الحاجات التي تميز بها الفنان المصري القديم ابنائي وبناتي الطلبة تحدثنا عن الفن المصري القديم ولما يجيلي سؤال بالزبط اقدر اقول السؤال هيجيلي عبارة عن ايه هيقدر يقول ايه تكلم عن مميزات الفن المصري القديم سهل جدا ان انا اقدر اتكلم عن مميزات الفن المصري القديم وخاصة ان انا لو شفت الحلقة وخاصة ان الحلقات دي بتنزل على اليوتيوب وبتبقى بتاخد مشاهدات كتير بس في نفس الوقت مع المشاهدة أقدر أميز ألخص الفن المصر القديم ده في حاجات بسيطة جدا إيه هي؟ ما هي الزخارف النباتية التي تميز بها الفن المصر القديم؟ على طول أقول له سعف النخيل، زهرة اللوتس، ورق البشنين، ورق البردي، بعض الصمار اللي كانت موجودة خلاص يبقى دي تعتبر بالنسبة لي الحاجات النباتية طب كيف تميز الفن المصر القديم بالمنتجات المعدنية؟ تميز بمنتجات معدنية كتير عمل التطعيم وعمل الربوسي وعمل بعض الأواني وعمل اسلوب الطرق وعمل المينة وطالة وعمل التسجيج، التسجيج اللي هو موجود وبيتميز به الفن النوبي دلوقتي لغاية وقتنا هذا التسجيج ده اللي هي عبارة عن الأواني الفخارية اللي بتدخل في الأفرام في درجة حرارة معينة باستخدم فيها نوع من أنواع التسجيج دي مضة برضو بتستخرج من الطبيعة زيها زي المينة بالزبط وبزجج بها الفخار عشان بيبقى استخداماته في الأطعمة أحسن من الألمونيوم وبعض المنتجات النحاسية زي هنا بالنسبة للفنان المصر القديم كان مميز بعد كده بيقول لي تابع السمات استخدام لعناصر من الطيور واستخدم لعناصر رمزية مثل الشمس المجنحة والجعران المجنح وظهرة اللوتس واستخدم الكتابة والنقوش الايه؟ المصرية يبقى هنا بديني أشكال زخرفية من الظهور والنباتات التي تمثل الرمال برضو دي ظهرة اللوتس نفس الشكل بعض الظهور والأشكال البتاعتي برضو ظهرة اللوتس وبدأ يجمعها في صورة أشكال نفس الشكل وبدأ يكبر منه ويديله شكل جمالي نفس الطريقة إذن هنا من الميزة بتاعت الفن المصري ودي دايما اللي احنا اللي الواحد دايما بيحبها في شغله أنه هو ايه طالما عمل منتج مميز ليه أنا ما خدش المنتج المميز ده وقدر أوظفه في أكثر من حاجة ولذلك احنا لما جينا نعمل كتابة الرسم الفني كنا حارسين جدا لما نعمل تصميم جديد أعمل منه أباجورة أعمل منه لمبادير أعمل منه أبليك أعمل منه نجفة كل الحاجات دي أدخل التصميم في بعض الأدوات المنزلية هو هنا في الفن المصري القديم عمل كده استغل ظهرة اللوتس وبدأ يشغلها في كل حاجة استغل ظهرة اللوتس وبدأ يعمل لها عملية تجميع لأكتر من رسمة بجوار بعضها البعض وفي نفس الوقت ممكن يحولها من شكل مسطح إلى شكل مجسم ده الجمال في التصميم ذات نفسه يعني انت لما تيجي مثلا تبص تلاقي إيه لو أنا هعمل تيشيرت وحط عليه رسمة معينة طب ما ممكن الرسمة المعينة دي ممكن تكون على الأميز ذات نفسه ممكن تكون على التيشيرت ممكن تكون على جاكت البادل كل الحاجات دي تبص تلاقي الجمال بتاع التصميم لوحده بدل ما بتنظر عليه بتنظر له برؤية واحدة بتنظر عليه بأكتر من رؤية وفي نفس الوقت حتة التسلسلية والصغر والتكبير بتاع الشيء بيعطي شكلا جماليا للمنتج اللي موجود عندي ولذلك هنا الفن المصري القديم كان بيعتبر مميز لأنه هو استغل الطبيعة في منتجاته ودي تعتبر بالنسبة لي مهمة جدا أبناء وبنات الطلبة في هذه الأيام في هذه الفترة من الامتحانات بتمنى لكم دايما التوفيق وهناك بعض الإرشادات المهمة اللي لازم إحنا دايما بنأكد عليها أولا أدوتك موجودة معاك المادة العلمية طالما ملم بيها الزمن بتاعها محدود حسب الأسئلة اللي هي موجودة عمر ما في ورقة أسئلة هتيجي الأسئلة اللي موجودة فيها أكبر من الزمن بل بالعكس بتكون أقل من الزمن اللي موجود في نفس الوقت أتميز بقراءة ورقة الأسئلة جيدا وفي نفس الوقت أقرأ تفاصيلها مرة واثنين لو قرأت ورقة الأسئلة مرة واثنين وثلاثة الامتحان هيعد قدام منك بمنتهى السهولة واليوسف لكن لو قلتها بمرة واحدة هبصة لها ممكن في بعض النقاط تقف قدام مني مع تمنياتي لكم دائما بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته